علي، فلن تضع مسبح كلا في بيتك؟ والله بيتي هو كله صالة وغرفة نوم ولو تشتمية يعني أني السخني عن غرفة النوم ومسبح لا بصراحة يعني حالياً لا بسقباً إن شاء الله يعني يرزقنا ونضع مسبح صيرون كده عموماً إيش ما كان سبب وضع المسبح أو النفورة في البيوت هي مؤرات يكون تأثيرها هذه المساحات المائية داخل البيت له تفسير حسب علم الفنك شوي وهذا اللي رح نتكلم عنه اليوم عن بسمة الجادر بس ما يعني كل البيوت بتتكلمي عنه كده كصور وكلاسيك وأشياء قوية إن شاء الله بالحلقات يعني هو أداني واحدة أنا بيتي غرفة نوم وصالة ولا يهمكم الحلقات القادمة رح نحشى عن بيت غرفة وصالة صدر إلا حنا طيب إذا تمحيني يعني أسألك في البداية إن هالأيام هذه حنا دائماً نلاحظ إن في كثير من البيوت فيها مساحات مائية مثلاً مسابح أو حتى البيوت الصغيرة يكون في نافورة صغيرة مثلاً أو أقل القليل إنه يكون فيه مثلاً حوص سمك صح فهل هذا لها تأثير إيجابي أم سلبي في علم الفنك شوي طبعاً أكيد لها تأثير إيجابي لأن الفنك شوي الماء وجوده سواء كان داخل المنزل أو خارج المنزل يلعب دور كبير على التأثير على إيجابية الطاقة داخل الإقار فأكو فتقاعدة كلش مهمة بالفنك شوي وبالمناسبة طبعاً هو الفنك شوي اسمه الفنك الرياح والشوي الماء فأكو قاعدة كلش مهمة تقول إنه الطاقة تنتشر بواسطة الرياح وتجمع عند وين حدود الماء يعني وين ما أكو ماء أكو طاقة إيجابية سليمة نظيفة بالإضافة لأنه الماء جريانة وحركة طبعاً أنا من أقول جريانة وحركة ما أريد يكون كلش قوي صوت الموية صوت الموية بالضبط يساعد على تجمع وتعزيز الطاقة الإيجابية وخصوصاً من جانب المهنة أو الثروة وحتى إحنا إذا تلاحظون بعاداتنا وثقافتنا العربية عندنا الماء يرمزلنا خير وبركة من ينزل المطر نقول يا رب إن شاء الله خير وبركة وجعلنا من الماء كل شيء نحية بالضبط بالضبط وهمنا إذا تلاحظون أنه الماء إلى طاقة من تبهي المرات سواء منطقة جبلية أو طينية أنه الماء مجرى الماء ينحط الصخر أو حتى يترك أثر إلى فأكيد للماء طاقة تأثير إيجابي إحنا يعني لما نقول موية نقول مسبح نقول نافورة نقول أحوات سمك يعني تختلف أشكاله أنواعه بس الموية موجودة موجودة لأنها داخل البيت مسباح ماء فازة نافورة صغيرة كلها أيوة بس كلها تعطي نفس هذا المفعول؟ مو كلها أيوة شوفي مو كلها أولا إحنا أولا مثلا النافورة الصغيرة اللي يسموها تيبل فونتن اللي تنحط على الطاولة الصغيرة هاي ما تنطي مفعول غادة لأن نسبة الماء بها جدا جدا قليلة فما تنطي الفازة المزهرية إذا كانت تأخذ ثلاثة لتر ماء ممكن تنطي فالتأثير إيجابي على الطاقة يعني حنا تعالنا من شوي شفنا صورة اللي هو إلى تحديد المواقع يعني هل مثلا المسبح المفروضة حطه فيه جزء معين أو جزء هنا صح شوف بالفنق شوي إحنا نعتمد الاتجاهات الثمانية أي تقنية ريد نطبقها نعتمد على اتجاهات الثمانية وهذه الاتجاهات الثمانية اللي أكو منها أربعة سلبي وأربعة إيجابي حسب التقنية فمثلا تقنية الماء جدا جدا ضروري أن يكون الماء إذا مسبح وإذا نافورة وإذا بازة يكون باتجاه الشمال باتجاه الشرق وجنوب شرق وجنوب غرب هاي المواقع كلش يتمطي طاقة إيجابية يعني أي شيء جنوبي يكون كثير في هوا وحلو يعني طاقته حلوة بالضبط الجنوب لا الجنوب لا ليه؟ قلنا شمال وشرق لا قلنا شمال وشرق جنوب شرق وشمال وجنوب غرب طيب لو فرضا فرضا خلنا نقول أن أنا حطيت عكس قلت والله خلني أجرب وحطنا هنا نقلني أشوفها الطاقة السلبية رح تأخذ تأثير سلبي رح تأثير سلبي رح تأثير سلبي مصباح أيها طبعا هذا بحالتين صورة مارتين هذا بحالتين غادوا علي الحالة الأولى أنه طبعا أكتب أن أكد عليها الفونشوي شكل المسبح شكل الكرسي شكل النافورة لون النافورة هاي أشياء ما إلها دخل بالفونشوي هاي أشياء خاصة ضوق الفرد والفونشوي هدفه أنه يقدم الفرد مو يقمع ضوقه فعندنا هذا كتصميم بالفونشوي ما بأي شيء بالعكس تصميم حلو ودارج هالأيام يعني الناس كلها تصمم موضم بس تأثيره تأثيره إذا كان داخل المنزل ولمس المنطقة الوسطى بالمنزل تتذكرون أنه وسط المنزل هو قلب المنزل يعتبر حالة سلبية أما إذا كان بأحد الاتجاهات الغير صحيحة مثلاً هنا أنا المثل كفت صورة اللغ بها مثل المسبح موجود بجهة الغرب هذه الطاقة السلبية يؤثر على منه لأن احنا كل اتجاه من الاتجاهات يرمز أفراد الأسرة سيؤثر على البنت الوسطى البنت الوسطى؟ البنت الصغرى عفواً ممكن يسوي أمراض بالقلب بس ببنت الصغرى؟ بس ايه نشوف علي إحنا لا أكيد اتجاهات 8 كل اتجاه يرمز إلى فرد من أفراد الأسرة اوكي فإذا كان بالوصل سيؤثر على البنت الصغرى سيغل أمراض بالقلب مشاكل قانونية إذا كان بيتي يسوي أمراض قلب؟ أمراض قلب. إذا كان المسبح في هذا البيت، ماذا أفعل؟ طبعاً عندك حالي أما الطمّة والشي لو تخلص منه، أو تسحب الماء، أو لا نستخدمك كثيراً. والله أنا شو إذا تستمين الصدق. الطمّة وتخلص منه؟ والله إذا عندي بيت مثل هذا البيت، الطمّة. إذا كان عندي نفورة في البيت، ماذا أفعل فيها؟ هل هذا فيها تأثير إجابي، أو سلبي، أو لا؟ ليس مسبحاً على قد حالي، يعني نفورة صغيرة. قلت على قد حالي، وعندنا نفورات، شوف، النافورة لا تعتبر طاقة سلبية، إلا إذا كانت بالاتجاهات التي لم تذكرتها هسا، هذه أولاً، شكل النافورة ميهم. في هذه الصورة قاعدين نشوفها، هي هذه؟ هذه نفورة، هذه نفورة صغيرة. لا، هذه نفورة صغيرة، شكل النافورة لا يدخل، ما يهمني أن يكون بالموقع الصحيح، الماء يكون هادئ، لا يسوي ضوضاء، ولا صوت عالي، لأن الضوضاء تعتبر طاقة سلبية. هذا ما يهمني، وبالإضافة لأنه حجم النافورة، أنه لا تكون غرفة صغيرة، نفورة صغيرة، نفورة نفس الشلال، صح؟ الشلال، سواء شلال، أو مرات أكوة سحطين، يعني كورات، موديلات، ما شاء الله بالزوق، نعم، كمان حوض السمك، حوض السمك، هل حجمه كمان يؤثر على نفسيتنا؟ جداً غادر، إن شاء الله، ليس قلب يعني، لا لا، غادر، حجم السمك، حجم الحوض السمك، كل شيء إلى تأثير الحجم، إذا بيت مثلاً، أنطيك في الشيء تقريبي، من تسعين إلى مئة متر مربع، يفضل حوض السمك، أن يكون متر بمتر، الأمق، أنا اللي يهمني بحوض السمك، الأمق، وأيضاً، المكان الصحيح، الاتجاهات اللي ذكرتها، وبالأضافة إلى أنه يكون شفاف، وفتحته كبيرة، والسمك كمان، عدد هو أو ألوان بتأثر على نفسيتنا؟ غادر أبد، نوع السمك، لون السمك، شكل السمك، عدد السمك، ما إلأ أي تأثير، غادر قبل، ما كانت عندهم نافر، ما كانت عندهم الأشياء التكنولوجية لدينا، من يدون يعززون طاقة، يجبون حوض السمك، ويخلون السمك، لماذا يخلون السمك؟ أعلم أن يحرك الماء، قرفتي، فإحنا بوقتنا الحالي، إذا مثلاً، أنا واحدة من الناس، ما يعجبني أهدت، يعني حوض السمك، هذا الاهتمام، أقدر أخلي معطور ماء، ويحرك الماء، واستفاد من نفس التأثير، يعني العدد واللون، ما لا يدخل، ما لا يدخل، ما لا يدخل، تجد ندخلين ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، أصفر، أحمر، أزرق، بكيفتش؟ ولكن أنت دائماً، تتكلمين عن علم الفنك شوي، وهو علم الطاقة بشكل عام، فبس أنا بدي أسئلك سؤال، وهو الحين حوض السمك، موقعه يأثر بعد؟ طبعاً، كل شيء ماء، ذكرت أي شيء ما ينافوره، أو سمك مسبح، لازم يكون حسب المواقع الأربعة، اللي أنا قلت لك، من تضعها بهذه المواقع الأربعة، أنت تستفاد من طاقته الإيجابية، خليتها هناك إلى تفثير سلبي، آه، يعني حوض السمك، كلهم نفس الشيء، حتى باوع علي، إذا عندك فازة، حبيت باوع الكلمة العراقية، إذا حطيت فازة، تأخذ ثلاثة لتر ماء، بالموقع الصعيح، حمق لها تأثير، نحن دائماً نسألك، هنا في السيديو، نقص شيء، نضع ماء، نضع شلال، نضع نفوره، ما شاء الله، الطاقة كلش حلوة وإيجابية، وتساعد على كلام، دائماً خلفيتنا كلها ماء، ماء، ومناظر طبيعية، وتساعد على كلام، واحد ما يعيش بيسكوت، الله يحبك، يساعدك يا أخب، بسم الجادة، يعطيك ألف عافية اختصاصية في علم الفرنك شوي، شكراً لك، شكراً لك،